يخوض منتخب اليمن الأول لكرة القدم غدا الخميس أولى مبارياته في منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في تصفيات كأس آسيا 2019 ويواجه المنتخب الوطني غدا مضيفه منتخب جزر المالديف في ذهاب الملحق قبل أن يستضيفه إيابا في قطر الثلاثاء القادم ويتأهل الفائز بمجموع نتيجتي المبارتين إلى دور المجموعات من التصفيات فيما سينتقل الخاسر للعب في الدور الثاني من الملحق حيث يواجه الخاسر من مبارتين منتخبي الهند ولاوس بغية التأهل إلى دور المجموعات أيضا